اهلا بكم بسم قوات سوريا الديمقراطية أنه تم وقف كل عمليات التنسيق والعمليات المشتركة لمكافحة الإرهابي مع التحالف في حين أكد المتحدث باسم البنتاجون أن العمليات ضد تنظيم داعش لم تتوقف واستأنف التحالف الدولي بقيادة واشنطن دهورياته المعتادة في مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد في شمال سوريا بعد تقليصها إثر ضربات الجوية التركية على الموطقة بينما أرسلت القوات الروسية تعزيزات عسكرية لمناطق تسيطر عليها القوات الكردية والجيش السوري في محافظة حلب في شمال سوريا وفق ما أفاد سكان والمرصد السوري لحقوق الإنسان على الجانب الآخر أكدت وزارة الدفاع التركية أن المعركة ضد من أسمتهم بالتنظيمات الإرهابية شمال سوريا ستستمر بشكل فعال وحاسم فما هو تأثير تلك التحركات على العمليات التركية في الشمال السوري وهل يمكن أن تردع تركيا عن اجتياح شمال سوريا؟ هدف من إيقاف العمليات لحين لترهد خطب اجتياح التركي وعمليات القصف الجوية التي كانت تقوم على الشمال السوري فكانت من أولويات قوات سوريا الديمقراطية أن تقوم بمواجهة لأجوان التركي على الشمال السوري وهي ما كانت تسعى إليها في حقيقة الأمر لدولة الاحتلال التركي بيانت من خلال القصف التي ستقوم به أو عمليات الاجتياح البري وهي ضرب أمن واستقرار المنطقة والدعم متنفس لخلايا تنظيم الداعش للانتهاش مرة أخرى وكانت ممارساتها كما شاهدتم على الإعلان والعديد من التقارير أثبتت أو أكدت بأن كانت هناك محاولات تركية بضرب قوات حماية مقيم الهول وبالقرب من السجون التي تحتوي عناصر طوزين دعش الإرهابي وينضم إلينا ضيفانا من إسطنبول العميد أحمد رحال الخبير العسكري والاستراتيجي أهلا بك من فيرجينيا الدكتور ريتشارد وايتز خبير الأمن والاستراتيجية في مؤسسة ويكستراد أهلا بك أبدأ معك سيادة العميد من إسطنبول العميد أحمد رحال يعني تأثير مثل هذه التحركات على العملية العسكرية التركية في شمال سوريا وهل يمكن أن ترجع مسألة الإجتياح البري كما كان متوقعا مساء الخير تحياتي لك ولمشاهديك الكرام مساء الخير للضيفك ومساء الخير للجميع حقيقة اليوم هناك أكثر من عامل يعيق عملية أو تنفيذ العملية العسكرية التركية جميعنا يعلم أن القدرات العسكرية التركية بما تملك داخل أراضي السورية وعلى الحدود وفي العمق التركي إضافة إلى تحالفها مع الجيش الوطني هي استكملت كل تلك الاستعدادات ويقادر على قيام بعملية شاملة وليس محدودة فقط لكن العلم العسكري والمنطق العسكري يقول أن أي عملية لا تحظى بغطاء سياسي هي عملية فاشلة حتى وانتصرت واليوم تركيا هذا ما تعاني منه هناك فيتو أميركي هناك فيتو ريوسي هناك فيتو من طهران وهناك رفض بالتأكيد من قبل قوات سوريا الديمقراطية اليوم ما قامت بيقصد من محاولة ضغط على قوات التحالف الدولي وعلى واشنطن بالتحديد من خلال تعليق العمل مع التحالف الدولي رفض قتال داعش التهديد بتخفيف أو بوقف الحراسي للسجون التي يتواجد فيها أكثر من 10 ألاف عنصر داعشي ستؤثر على العملية بالتأكيد وستزيد الضغوط على واشنطن التي ستضغط على تركيا كما حصل أمس باتصال وزيري الدفاع التركي والأميركي الذي حذر من تلك العملية أيضا موسكو حذرت من تلك العملية وقالت من أن يحق لتركيا الدفاع عن نفسها لكن يكفي أنها قامت بالعملية الجوية كما قالت واشنطن أيضا طهران تعتبر أن زيادة نفوس التركي يحد من نفوسها في سوريا وأن هناك لديها مخاوف إذا ما كانت هناك عملية في المنخ وتنرفعات هذا يعني أن انتقال السيطرة للجيش الوطني وبالتالي سيصبح هناك تماس مع بلدتين شيعيتين تخشع اليوم طهران وهما نبل والزهراء وبالتالي مجمل تلك الأسباب حتى الآن هي من ترجع العملية هي من تؤخر صانع القرار السياسي في أنقرة باتخاذ القرار رغم أن القدرات العسكرية والجاهزة العسكرية أنا أعتقد أنها جاهزة من أسابيع طيب دكتور ريتشارد يعني هنا كيف تقرأ واشنطن هذا القرار من قبل قوات سوريا الديمقراطية هل يعني تعتبره اعتراض على التحرك الأمريكي على السياسة الأمريكية في المنطقة وبمثابة يعني ورقة ضغط على الولايات المتحدة كي تزيد الضغط أو تزيد التدخل بشكل يردع لتركيا على ما يبدو أنها وسيلة للضغط على البيت الأبيض لأن يتصرف من خلال زيادة الخوف إذا ما أرسلت تركيا قواتها إلى شمال سوريا وشاركت في معارك مع قوات سوريا الديمقراطية ومن ثم فإن كل السجناء سيتم تحريرهم من السجون سيتمكن الإرهابيون من إعادة التشكيل والقيام بالعمليات وهذا تحذير الولايات المتحدة تقوم برفع هذا التحذير قبل أن يحدث ذلك على أرض الواقع طيب سيادة العميد هنا الجانب التركي أكد استمرار العمليات ضد من أسمعهم بيئة تنظيمات الإرهابية في ضوء هذه التعزيزات من أكثر من جانب يعني واشنطن تعزز روسيا تعزز وقوات سوريا الديمقراطية طولا عدم التنصيق مع قوات التحالف يعني كيف يمكن أن يؤثر ذلك على استمرار هذه العملية العسكرية يعني لو أخذنا موقف قسط قسط تعتبر أن هناك مواقف متهاونة أو ضعيفة من قبل موسكو واشنطن تجاه أنقرة واتجاه العملية العسكرية وقسط قالت من أنها لا تستطيع التجاوب مع الشروط التركية باعتبار أن ابتعادها 30 كم على الحدود هذا يعني تمزيق وتفتيت المشروع الإدارة الزاتية التي سعت لها منذ 11 عام أيضا ابتعادها عن الشروط الحدودي يعني وصولها إلى الحدود العربية وابتعادها عن حاضنتها الكردية التي تنتشر على الحدود من عمودة حتى عفرين وبالتالي هي غير قادرة على الابتعاد أما بالنسبة لعملية الحشود نعم رغم كل ما قيل عن مشاكل أو هناك اعتراضات من قسط إلا أن التحالف والولايات المتحدة الأمريكية لم توقف دعمها وتعزيزاتها العسكرية بل لدينا معلومات أنها أدخلت سلاح نوعي كان صواريخ أو دبابات لمنطقة مناطق قوات سوريا الديمقراطية أيضا موسكو وجدنا من أنها بالمرحلة الأخيرة تحاول أن أعطاء بدائل بالإضافة لتعزيزات وأنشاء نقاط كما حدث بالأمس عندما أنشأت نقطة في تلجيجان قرب نقطة عسكرية تركية أيضا عرضت بدائل من أنها قادرة على تقديم قوات من أحمد العودة من الجنوب باتجاه الشمال من اللواء الثامن كبديل لقوات سوريا الديمقراطية أو نقل جزء من القوات الفرقة 25 للعميد سوريا الحسان العامل في الفيلق الخامس في قاعدة حميميم أيضا ليكون بديل قسد لكن تركيا تجد أن كل هذه البدائل أو كل هذه العروض غير مجدي لا يمكن لعدة عناصر أو مئات العناصر من الفرقة 25 أو أحمد العودة من أن تكون بديل عن ألاف قسد ومن أن قسد ستبقى في تلك المنطقة وهي اعتبرتها بتصريح لبراهيم غالين الناطق باسم الرئاسة التركية من أنها إجراءات وحلول شكلية لا تفيه ومن ثالي باقي على شروطها أنقرة تقول لديها أربع شروط يجب أن تلتزم بها كل الأطراف الشرط الأول انسحاب قسد مع كامل الأسلحة السقيرة 30 كم الشرط الثاني إقامة نقاط مراقبة تركيا وليست نقاط عسكرية لمراقبة حس التنفيذ الشرط الثالث وضع كاميرات مراقبة والشرط الرابع وهو الأهم أن تكون تلك الإجراءات بعبارة عن وسائق مكتوبة وضمانات من موسكو وواشنطن وهذا الأمر لم يدفع حتى الآن وبالتالي تركيا اليوم تنطلق نحو عملية شاملة بدأتها بعملية المخلة بالسيف بالعملية الجوية انتقلت إلى عملية التمهيد الناري والتمهيد المدفعي والصاروخي بإضطافة لطائرات درون وبرقدار واليوم تقول أنها تحضر لساعة الصفر لانطلاق العملية البرية لكن المراقب للأوضاع يلحظ من أن أنقرة تتمهل وتقول أو تريد أن تكون عمليتها تحصل بإحدى موافقتين إما موافقة روسية أو موافقة من قبل واشنطن على الأرض حتى الآن هناك فيتو سلاسي وليس سنائي إذا ما أضفنا طهران التي ترفض العملية أيضا طيب دكتور ريتشارد هنا حينما تتحدث قوات سوريا الديمقراطية عن وقف التنسيق أهمية التنسيق مع قوات سوريا الديمقراطية في العمليات العسكرية الأمريكية ضد تنظيمات داعش أو تأثرها على الطلعات الجوية التي تقوم بها القوات الأمريكية هل يمكن أن يحدث ذلك نوع من الارتباك في هذه التحركات العسكرية؟ بالتأكيد هذا يبدو ما تحاول الولايات المتحدة أن تقوم به عبر التنسيق على افتراض ربما يكون محاقب أنه سيكون هناك بعض العمليات التركية الحد الأدنى من الأهداف بالطبع هو تجنب هجوم القوات التركية أن تصيب قوات أمريكية بالخطأ وبالتالي القوات التركية عليها أن تعرف أن هناك قوات أمريكية وتتجنب هجوم عليها الهدف الأكثر طموحا أن تقوم القوات التركية بالسيطرة على بعثة مكافحة الإرهاب من قوات سوريا الديمقراطية ومن ثم لا يكون هناك فجوة في الحفاظ أو الاحتفاظ بالسيطرة على الإرهابيين هذا ما تأمل عليه الولايات المتحدة عبر التنسيق لتقليل مخاوف الولايات المتحدة والضرر الذي يمكن أن تتسبب فيه اعتداءات القوات التركية سيدة العميد بنظرة بسيطة حتى غير متعمقة المنطقة واحدة تتواجد فيها أكثر من جهة وأكثر من قوات عسكرية تابعة لدول بعينها واضحة هل يمكن بالفعل ما أشار إليه دكتور ريتشارد من أنه يحدث هجمات بشكل غير مقصود من القوات التركية إلى القوات الأمريكية أو حتى الروسية يعني أنا أعتقد أن هذا الأمر حصل يعني بعملية المخلب السيف التي قامت بها تركيا كان هناك قصف لنقطة لقوات سوريا الديمقراطية على مقربة كبيرة من نقطة للتحالف الدولي وهذا ما أشارت إليه البنتاجون وأشارت إليه قوات التحالف من أن الهجوم التركي هدد بعض عناصر حيات عناصر التحالف وهدد حياتهم بالخطر وبالتالي هذا ما نفته أقر بالتحديد لكن واشنطن أكدت هذا الأمر بالتأكيد اليوم نحن نتحدث عن منطقة جغرافية مساحته حوالي خمسين ألف كيلومتر مربع يتواجد فيها الأمريكي ويتواجد فيها الروسي ويتواجد فيها الفرنسي والبريطاني والتركي والجيش الوطني وقوات سوريا الديمقراطية وعلى حدودها هناك إيران وهناك ميليشيات النظام وبالتالي هناك كثافة نوعية في تلك المنطقة أي عمل عسكري يهدد وهذا ما تقول واشنطن تقول من أن أي عملية عسكرية تركية في هذه المنطقة المحدودة بالتحديد سيكون عامل عدم استقرار أيضا سيؤثر على الجهود الدولية للتحالف الدولي في الحرب على الإرهاب لذلك كان اتصال وزير الدفاع الأمريكي مع تركي خلوصي آكار من نصحه بعدم القيام بتلك العملية والعودة إلى طاولة الدراسة والتعمق في تلك العملية وأنها تنصح بالمفاوضات بدل عن ذلك واقترح طاولة حوار في أربيل ما بين مندوبين أمنيين عن الأتراك ومندوبين عن قصاد لكن العالم بحقيقة الأمور في منطقة شرق الفورات يدرك من أن البككي هو من يسيطر على القرار السياسي والعسكري والاقتصادي لقوات سوريا الديمقراطية والبككي يرفض أي حوار مع أنقرة ويعتبر أن ساحة الحوار هي ما يدير القتال فقط لا غير وبالتالي نعم اليوم تركيا رغم غياب المظلة السياسية التي تحتاجها بأصولا لكنها قد تغامر بعملية ويبقى الدراسة والموازنة ما بين الأرباح والخسائر هل تتحمل أنقرة عقوبات اقتصادية جديدة من قبل واشنطن أو من قبل موسكو؟ هذا ما هو موضوع على طاولة القرار السياسي أو صانع القرار السياسي والرئيس أردوغان بالتحديد وأنا أعتقد أن تأجيل العملية الأولى من الشهر الخامس حتى الشهر الأحداش وتأجيل الآن العملية منذ أسبوعين تقريبا يدلل من أن أنقرة توزن هذه الأمور وتقرأ هذه المعطيات بعين القارئ السياسي أكثر من القارئ العسكري بمعنى أن أنقرة اليوم تجد أن تأجيل العملية رئيس ما تحصل على موافقات أفضل من المغاملة بعملية وهي على مقربة من انتخابات حوالي خمسة إلى ستة أشهر لا تحتمل فيها أنقرة أي هزات اقتصادية أو هزات عسكرية أو عقوبات قد تؤثر على حزب العدالة والتنمية سيدة العميد في هذا السياق تحديدا حتى لا نترك هذه الجزئية العملية البرية هل ترى أنها ما زالت في طور التنفيذ أم أنها ستؤجل أم ربما تلغى في ضوء هذه المعطيات أم أن هذه المعطيات لا تؤثر بمنظار عسكري وفق ما نجده على الأرض من الحشودات التي أدخلتها أنقرة إن كان عبر المعابر البرية أو استنفار قواتها الموجودة داخل أراضي السورية الاجتماع الذي حصل في غازي عنتاب ما بين القيادة التركية وقيادة الجيش الوطني وفيها طلب رفع حالة جاهزية رفع حالة جاهزية المقرات المطارات والقوات الجوية في ديار بكر وأورفا وغازي عنتاب كلها مؤشرات تقول من أن أنقرة عازمة على العملية وقد تكون في أي لحظة لكن بالنظر إلى تصريحات السياسيين عندما يقول أردوغان وعندما يقول وزير الخارجية سنقوم بالعملية في الوقت المناسب هذا يعني أن الأمور العسكرية ليست هي من تحسم الأمور وجاهزية القوات ليست هي المنتظرة بل أن أنقرة ما زالت تبحث عن ضوء أخضر من موسكو إذا ما أرادت عملية في منخ وترفعات وأطراف منبش تريد ضوء أخضر من واشنطن إذا ما أرادت عملية في عين العرب أو محيط نبع السلام أو في منبش أيضا وبالتالي ترى تبحث عن توافقات وبالتالي أنا أجد العسكر جاهزين القرار العسكري متخذ لكن بانتظار القرار السياسي والتأخير يدلل أن أنقرة لا تريد المغامرة نهائية دكتور ريتشارد هنا التساؤل أيضا أن القوات الأمريكية تجد نفسها في مواجهة القوات الروسية كيف تتعامل؟ إن الولايات المتحدة والروسية الموقف متشابه في عدم رغبة تركيا أن تقوم بالهجوم على شمال سوريا بالقوات البرية ولكن لأسباب مختلفة الولايات المتحدة قدق بشأن انتكاسات فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب في سوريا والاراقة حيث إن الحكومة الروسية تريد من النظام الأسد أن يسيطر على كل أنحاء سوريا وأن لا تكون هناك لتركيا أو الولايات المتحدة أو لأي دول أجنبية سيطرة وبالتالي سيكون من الصعب على روسيا التنسيق لهذا الأمر لذلك فإن تركيا لديها مساحة للمناورة بين الجانبين وكما أشار ضيفكم فإن القيادة التركية تحاول أن تقوم بذلك دائما سيد العميد لا يخفى على أحد أن هناك تحالف ما بين تركيا وروسيا وتعب تركيا كوسيط في الحرب الأوكرانية في التفاف على العقوبات في مسألة تصدير الحبوب تصدير النفط وغيرها من الأمور الاستراتيجية ما بين الجانبين كيف إذن تتعامل القوات التركية في ظل وجود هذه التعزيزات الروسية للمنطقة؟ يعني لا يحد يشك من أن الدبلوماسية التركية من المرحلة الأخيرة استطاعت أن تصنع بعض الأوراق الضاغطة ليس فقط على موسكو بل على واشنطن والارتحاد الأوروبي إن كان في الحرب الأوكرانية أو في موضوع الحبوب أو صفقة الحبوب أو كان في موضوع المضايق التي تسيطر عليها إن كان البوسفور أو الدردانيل وبالتالي أنقرة في جمع أيضا رؤساء الاستخبارات الأمريكي والروسي في أنقرة لكن كل العاصمتين موسكو وواشنطن قالت من أن الأفضال الروسية وأوراق الضغط التركية لا تصرف بعملية برية داخل سوريا وبالتالي هذا الأمر دائما ما يعيق أنقرة لأنها أرادت أن تستثمر هذه الفوائد أو تلك الأوراق في عملية برية اليوم داخل أراضي السورية أيضا هناك خلاف ما بين موسكو وأنقرة عندما تحدث تركيا عن عملية في منخ وترفعات في الظاهر وفي العلن تقول موسكو أنها تمانع لكن من تحت الطاولة تقول لأنقرة أنا موافقة على منحكم منخ وترفعات وأجزاء من منبش لكن بالمقابل أريد انسحاب كامل النقاط التركية من جنوب الأنفور في أرياف إدلب وأريد جبل الأربعين وجبل الزاوية وجبل شعشبو وانسحاب نقاط تركية إلى شمال الأنفور وبالتالي السيطرة على الأنفور من قبل نظام الأسد وروسيا وبالتالي هناك عملية صفقة لا تستطيع التجاوب مع أقرة في هذا الوقت إذن هناك عملية أيضا اليوم عندما نسمع من أن روسيا قامت بإدخال دبابات ومنظومات صواريخ إلى محيط منبش وإلى محيط الرفعات هذا يعني من أنها تعطي رسالة لأنقرة أنها ترفض العملية وبالتالي رغم وجود الكثير من التوافقات لكن كما قال ألكساندر رفانتييف أيضا هناك خلافات ما بين موسكو وأنقرة في الملف السوري وخصوصا في الشمال السوري وفي مدينة إدلب طيب دكتور ريتشارد يعني هنا الحديث عن هذه القرارات التي أعلنت عنها قوات سوريا الديمقراطية بوقف التنسيق مع قوات التحالف هل يمكن أن يؤثر بشكل أو بآخر على الدعم الأمريكي للأقراض؟ من المحتمل أن لا يحدث ذلك ولكن على هذا الأساس الولايات المتحدة تكافح من أجل أن تجد شريك لسياساتها في سوريا بشكل أساسي تحاول العمل مع القوات المعادية للأسد والمعارضة السورية ولكن هذا أظهر ضعفا حيث هناك من ألقي القبض عليهم وهناك متطرفين وجهاديين بينما المعتدلين قد لم يسودوا في هذه الجزئية وبالتالي فبالمنطق الشريك الوحيد المتبقي هو الأقراض وبالتالي هذا ما يحدث في الوقت الحالي الولايات المتحدة تحاول أن تتعامل مع تركيا كشريكة في تركيا ليس هناك أحد آخر غير الأقراض في الوقت الحالي إذن تستمر دكتور ريتشارد الولايات المتحدة في دعم الأقراض حتى لو أدى هذا الأمر إلى مواجهة مباشرة مع الجانب التركي في حدود الولايات المتحدة لن تتدخل عسكريا لكنها ستكافح لأن تفك الاشتباك بين القوات التحدي الذي تواجه الولايات المتحدة وأن أردوغان لا تستطيع الولايات المتحدة السيطرة عليه فربما لا يكون هذا سبب رئيسي وبالتالي فإن تركيا أيضا لها علاقة مع روسيا وهذا يمكن أن يجعل الولايات المتحدة أن تقدم مزيد من المساعدات للأطراض بعد أن ابتعدوا عن القوات التركية ولكن الأمر غير واضح أعتقد الولايات المتحدة تتحدث عن موقفها لا أعتقد أنها سوف تتخذ مثل هذه القطوات إلى هذا الحد سيادة العميد أشرت إلى الجانب الدبلوماسي في سياق حديثك عن ما قدمته تركيا من جهود دبلوماسية في الفترة السابقة في هذا الملف تحديدا مسألة الحرب في أوكرانيا والعلاقة مع روسيا على الجانب الآخر روسيا أعلنت أن هناك إمكانية لعقد لقاء ما بين أردوغان الأسد هل تتوقع بالفعل أن يكون هذا اللقاء قريب؟ هل هناك فرص بالفعل لتلاقي وجهتين نظر برعاية روسية؟ هذا المطلب هو مطلب روسي وهو مطلب بوطين من أردوغان بالتحديد من أن يكون هناك لقاء وهناك عملية مصالحة ما بين دمشق وأقارة وبين أردوغان وبشار الأسد وجانب التركي أبل كثير من التصريحات بالمرحلة الأخيرة بعكس نظام دمشق الذي لم يرد في كثير من الأحيان وإذا ما رده بعملية هجوم بالأمس أو أول أمس كان هناك مقال في جريدة الثورة وهي شبه رسمية بالنسبة للنظام السوري كان هناك هجوم شرس على الرئيس أردوغان بالتحديد وهناك مقال في دمشق إذا ما أردنا المصالحة مع أنقرة فعلينا أولا الانسحاب من الأراضي السورية وثانيا إذا ما أردنا المصالحة مع أنقرة فنحن ننتظر نتائج الانتخابات ماذا لو سقط أردوغان وبالتالي لا قيمة لأي مصالحة مع هذا النظام وبالتالي هناك كثير من التصريحات التركية واللقاءات الأمنية لم تنقطع بكل الأحوال لكن هناك تصريحات من وزير الخارجية ومن شاويش أوغلو ومن الرئيس أردوغان ومن أن اللقاء قد يكون قريب لكن إذا ما نظرنا إلى دمشق بعكس المتوقع والطبيعي نجد أن دمشق غير مهتمة إما لضغوط من قبل طهران أو أنها كما قلت لا تجد المصالحة في هذه الفترة لا قيمة إضافية أو تضاف إلى ما تريده دمشق مما يحصل في شمال سوريا إذن من إسطنبول العميد أحمد رحال الخبير العسكري والاستراتيجي شكرا جزيلا لك وأشكر أيضا ضيفنا من فرجينيا الدكتور ريتشارد وايتس خبير الأمن والاستراتيجية في مؤسسة ويكيستراد شكرا جزيلا لكم اشتركوا في القناة